السلام عليكم و اهلا بكم يا رب تكونوا جميعا بخير رمضان خلاص على الابواب كل سنة وانتوا طيبين في نفس الوقت ده من كل سنة بنجهز نفسنا لاستقبال رمضان كل حد فينا بطريقته حسب ميزانيته تعالوا النهاردة اقول لكم ازاي بفكرة بسيطة اوي يبقى عندك كمية كبيرة من الفراخ في الفريزر وكمان ازاي بميزانية بسيطة اوي تقدر بنفسك تعمل كمية كبيرة من الفراخ تكفيك طول الشهر وتستخدميها بطرق كتير مختلفة هتوفر عليك فلوسك ووقتك ومجهودك كل ده هنعرفه من خلال الفيديو بس لو اول مرة تشوفوني انا اسمي سمر ما تنسوش تشيركم في القناة ولايكوا تشير لو عجبكم الفيديو ويلا بينا نساهم الله ونبدأ زي ما انتوا شايفين كده كل الكمية دي من خمس فرخات بس انا هقول لك الفكرة وانت وظفيها بطريقتك حسب استخدامك وميزانيتك وحسب كمان افراد اسرتك تقدري بقى تزاودي فيها براحتك العدد دا يرجع لك انتي تعالوا بقى نشوف الطريقة كده مع بعض انا النهاردة هشتغل على خمس فرخات بس علشان اوصلك الفكرة لكن انتوا تقدروا تستخدموا العدد اللي يكفيكم جبت خمس فرخات غسلتهم ونقعتهم في محلول النقع اللي عملناه قبل كده مع بعض اللي هو عبارة عن سكر وملح ولمون وشوية من التوابل العطرية هو بدقيق وبلاش نستخدم الخل لو هنفرز الفراخ لان انتوا عارفين ان الخل بيدو بالانسجة واحنا لسه هنفرزها في التلج وانتوا عارفين كمان ان التلج برضو بيدو بالانسجة فبلاش نستخدم الخل لو بنفرز الفراخ يا جماع هنبدأ بقى كده هنقطع الفراخ بالشكل اللي احنا شايفينه قطعت الفرخة على اربع اسمت الورك النصين عقيت دبوسة والقطعة التانية وهبدأ اقطع السدر برضو على نصين بالشكل ده فصلت الجناح لوحده وهبدأ اشيل الجلد بصوا ازاي هنخلي بقى السدر يا جماعة بنيجي هنا اهم حاجة تكون السكينة بتاعتك حمية وتكون صغيرة تقدر يتتحكم فيها بالشكل اللي احنا شايفينه قطعت العضم شلته خالص فصلته وكمان شلت السدر بنشيل الجناح لوحده وبنخلي السدر بالطريقة دي هنيجي هنا كده ببوز السكينة وبنبدأ نفصل العضم او الحتة اللي هي بنسميها الارقوشة دي وبنكمل بقية السدر بالطريقة دي فيه هنا عضمة كده بنحاول نشيلها ونحاول نخلي السدر سليم بدون ما نبهدله هنبدأ ننظفه كده ونشيل اي حاجة فيه مش مستحبة يعني بعد كده بقى لو انتوا حابين تعملوه شرايح او بنيه براحتك خالص بنيجي هنا بنشيل الجزء اللي هو الفليه ده هنحتاجه بحاجة تانية اقول لكم ازاي وبنعمل السدر شرايح لو هنحتاج بنيه يا جماعة بالطريقة دي طلعت منه شريحتين مزبوطين تماما وهنبدأ بقى الحتة اللي هي الصغيرة دي هنبدأ نعملها كده بالطريقة دي تقدروا تقطعوها مقعبات تقدروا تقطعوها تقطيع الشاورمة براحتكو المهم ان احنا استغلنا السدر صح بصوا الشريحة حلوة ازاي ودي قطعة السدر الاولانية اللي سيبناها سليمة وده الجزء الطريق اللي بيبقى في في السدر من جوه ممكن نسيبه وممكن نشيله ونقطعو كده وده الوركة اسمته على اتنين زي ما انتم شايفين كده دي الفرخة تعالوا بقى كده نبص نشوف عملنا منها كزا حاجة عندي هنا سدر كامل عندي شرايح بنيه عندي كمان شاورمة عندي دبابيس عندي قطعة نقدر نعمل منها صنية في راخب الخضار او نقدر نستخدمها باي طريقة تانية تعالوا نشوف بقى السدر السليم ممكن نقطعوه بالشكل ده ونسيبه على كده وممكن كمان نقطعوه بالشكل ده ويبقى معانا حاجة تانية شكلها حلوة قوي واستخدامها كتير في وصفات بجد بتبقى روعة بالشكل اللي احنا شايفينه بصوا دول فرختين يا جماعة قطعتوهم بالشكل ده شوفوا الكمية بقى معايا قد ايه? خلينا اتنين اهم ادونا الكمية اللي احنا شايفينها دي وباقي معايا تلاتة تعالوا نشيل دول ونكمل ونشوف هنعمل ايه تاني? تاني اهو اهم حاجة بنشيل الجزء ده من الجناح مالوش اي لازمة وكمان بيكون فيه نسب الزفارة عالية فبنستغنى عنه تماما هنبدأ نقطع الفرخة على اربعة ممكن نسيب الورك سليم وممكن نقطعه على اتنين يعني الدبوسة والقطعة التانية بنشيل الجناح بالشكل اللي احنا شايفينه وكمان بنشيل الجلد من على السدر وبنفصل اللحم كله من العضم بنحاول نخلي العضم خالي من اي لحم تماما بصوا ازاي هنشيل برضو الجزء الناعم اللي بيبقى في السدر ده وهنبدأ نعمله شرايح بالشكل اللي احنا شايفينه ممكن نخلي الشرايح خفيفة او سميكة زي ما تحبوا انا الحقيقة بخليها سميكة شوية بتكون افضل ده الورك تعالوا بقى كده نخليه وهقول لكم هنستخدمه ازاي بنيجي هنا بالسكينة بنقطع الجزء ده وهنبدأ نخلي الورك نفسه بنيجي كده ببوز السكينة بنخلي حوالين العضمة بتاعة الورك وبنبدأ نمسكها كده وبنخلي بقى بالسكينة واحنا نزلين لتحت بالشكل اللي احنا شايفينه هنا بقى المفصل برضو هنبدأ نخلي حواليه بنعمل فتحة كده بالسكينة وبنبدأ نمسك العضمة وبنخلي زي ما احنا شايفينه الطريقة سهلة وبسيطة ما فيهاش اي صعوبة خالص المهم تكون السكينة بتاعتك حمية وتكون متحكمة فيها وتخلي بالك من ايدك اهم حاجة طبعا الكلام ده للبنات الصغيرة اللي بتكون اول مرة بتخلي حاجة زي كده خلاص خلصنا الورك وبقى معانا ورك مخلي من العضم تماما وفي نفس الوقت الجلد سليم وشكله زي ما هو زي ما احنا شايفين لما نيجي نستخدمه بنقفله بالشكل ده وبنعمله حمام كداب بيبقى شكله في منطهر روعة والجمال تاني اهو تعالوا نخلي واحدة كمان عاوز اقول لكم كل ما كان حجم الفراخ كبير كل ما كانت اوفر وبنقدر نطلع منها حاجات كتير وزن الفراخ اللي استخدمتها كان بيتراوح ما بين التلاتة كيلو او تلاتة كيلو حاجة بسيطة زي ما احنا شايفين هفصل الورج نصين وهسيب واحد سليم برضو هنخليه تاني مع بعض بنشيل الجلد تماما زي ما احنا شايفين وبنيجي هنا كده بنفصل العضمة عن اللحم دي طريقة تانية غير اللي عملناها الاول هنجي كده نشيل اي حاجة فيه الارقوشة او العضم الداخلي ده بنشيله تماما وكده بقى معانا صدر كامل مخلي تماما تاني اهو هننظف حوالينا كده واحنا شغالين وبنشيل اي حاجة مش مستحبة في صدر الفراخ بالشكل اللي احنا شايفينه انا صرعت الفيديو علشان الوقت ولكن كل التفاصيل واضحة معاكو ونبقى خلينا كل العدد مع بعض وشايفين كل الكمية اللي خرجت منه اهم حاجة زي ما قلتلكم بنفصل الجزء اللي هو اللي بيكون في الجناح ده بيكون فيه نسبة زفارة عالية فالافضل نستغنى عنه تماما طبعا انت بتكون يعرفة الوصفات او الطريقة اللي انت عاوزة تعمليها فبتخلي الكمية اللي انت عاوزاها بناء على اللي انت هتعمليه فاهمين قصد ايه يعني لو عاوزين مثلا صدور كاملة او عاوزين مثلا دبابيس او عاوزين تقطعوها شاورمة او عاوزين تعملوا اي حاجة او تخلوا وراك براحتكو خالص المهم ان انتو بتكون عارفين انتو هتعملوا ايه فبتخلوا بناء عليه فمن قصد ايه اتمنى تكون المعلومات تاني نخلي ورك كمان مع بعض يمكن تكونوا شايفين وهو الاصعب لكن الطريقة سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة خالص المهم وانا بخلي لازم احافظ على الجلد علشان لما اجي استعمله يكون شكله حالو واقدر احشيه ولفه بالجلد كويس جدا اخلوا بقى العدد اللي انتو شايفين انو ناسبكو او اللي انتو عاوزينو انا خليت ستة بس وان شاء الله هنبقى هنعملهم حمام كداب مع بعض بالفريق ان شاء الله في رمضان طبعا العضم اللي احنا بنخليه ده مش هنرميه هنستعمله وهقولكو احنا شغالين هنعمل به ايه تاني اهو طريقة معانا يا جماعة بمنتهى البساطة بنخلي الورك في ثواني معدودة بنكون خلصنا وعلشان نكسر العضمة دي بسكينة كبيرة بنخبطها كده خبطة والتانية بتتكسر معانا بكل سهولة وكل بساطة خلصت الكمية كلها تعالوا بقى نشوف عملنا ايه دي الكمية اللي خرجت من الخمس فرخات ودي الكبدة والاجناحة والعضم والحاجات دي كلها اخدها شطفها بالمية كويس جدا وهنشفها وده شكلها بعد ما الغسل التاني تعالوا بقى نشوف هنفرزها ازاي اما تحطوها في اكياس حفص او في علب بلاستيكية او في الاطباق اللي هي اللي زي دي المتوفر عندك استخدميه وكمان حسب المكان اللي موجود عندك في الفريزر انا هستخدم الاطباق دي حطوا بقى الكميات زي ما انتم عاوزين اه انا استخدمت الاطباق دي صغيرة شوية لكن هو ده اللي كان متوفر عندي فما حبيتش اشتري غيرها لان كان عندي باقي كمية كبيرة جدا من فرح بنتي فقلت استخدمها وبلاش اشتري غيرها يعني طيب حطوا بقى الكمية اللي انتم عاوزينها انا حطيت الصدور وحطيت عليها كمان شريحة من اللمون زي ما انتم شايفين عاوز اقول لكم هنا حاجة كمان لو انتم عاوزين تفرزوها وتكون جاهزة معاك وعلى الاستخدام على طول ممكن تعملوا تدبيلات مختلفة واتبدلوا الفراخ حسب الحاجة اللي انتم عاوزينها وهتبقى معاك وجاهزة على الاستخدام على طول لكن انا ما عملتش كده لان عملت كمية كبيرة قبل كده فقلت خلاص بقى يبقى اسيب الكمية دي ووقت الاستخدام ابقى اعملها بالطريقة اللي انا عاوزها فانتم اعملوا الانسب ليكم زي ما انتم شايفين كده بحط الدبابيس في طبق مع بعضها انا سايب الفيديو وشغال معاك وانا بحطها علشان تبقوا شايفين الكمية اللي احنا عملناها وشايفينها هي نفسها الكمية اللي حطناها في الاطباق دي الوراك المخلية بجد بتتعمل محشية فريك او رز بالخلطة بيبقى طعمها في منتهى الجمال عملناها قبل كده على القناة لكن هنعملها تاني مع بعض بجد لما تجربوها هتعجبكم عملت منها ستة زي ما انتم شايفين ودي قطعة سليمة من الورك نعملها بقى بالخضار في الفرن او باي طريقة تحبوها عندي كمية منها برضو مش قليلة ودي الشرايح اللي هي البناء كمية كبيرة برضو مش بسيطة ودي الاجنحة هنحطها كده مع بعضها لو حابين بقى نعملها باي طريقة براحتكم ودي كمان الكبت دول الاوانس والفراخ اللي هي المتقطعة عشاورمة هنبدأ بقى نحطها كده برضو في الاطباق هحط الكبت مع بعضها ودي القطع الصغيرة اللي خرجناها من الصدور ومن على العظم لها استخدامات حل وقوي وكلها احلى من بعضها هقول لكم عليه عملنا منها كمية كبيرة ما كلفتناش اي حاجة ودي كمان العظم هنعمل منه احلى شربة مش هنرميه طبعا بص بقى عملنا كمية دي من خمس فرخات كل الحكاية ان احنا وظفناهم بطريقة حل وقوي وهي دي كل الفكرة اللي انا عاوزة اوصلها لكم خلاص كده هغلف الاطباء بالبلاستيك راب وهدخلهم الفريزر احنا كده خلصنا الفيديو طبعا عدد الفراخ ده براحتك حسب استخدامك انا بس بقولك الفكرة والعدد ده بيكون بتاعك انت يعني تقدري تزود براحتك هي كل الفكرة انك من الفرخة الوحدة بتعملي اكتر من اكلة او اكتر من حاجة يعني هتطلعي منها بنيه ووراك وقطع سليمة للخضار ووراك مخلية تقدري تحشيها باي حشوة وكمان عملنا منها شاورمة تقدري تعملي منها حشوات مقارونة او حشوات للمعجنات بجد استخدامها كتير او فهيتة او رول فراخ بصي بجد طريقة دي حلوة جدا بتخليك تستغلي كل حاجة في الفرخة بطريقة صحيحة وبتوفر عليك كتير جدا بدل ما تشتري كل حاجة لوحدها وبتكون غالية طب انا ليه اشتري الحاجة غالية وانا ممكن بفكرة بسيطة اوي اقدر اوفرها بدل ما اشتري كل يوم حاجة غالية انا ممكن اشتري كمية مرة واحدة واوزعها بالطريقة اللي انتو شفتوها معايا فمن قصد ايه اتمنى بجد تكون الفكرة وصلتكم وتكون عجبتكم واتطبقوها وبس كده ده كان الفيديو لو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا قرس التنبيه على الكل لو حابين توصل لكم الوصفات الجديدة في وقتها واستنوني الفيديو جديد اشوفكم تانا على خير